تتوالى برقيات التعازي بعد وفاة قائد الأركان أحمد قايد صالح حيث تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته وزيرا للدفاع التعزية عبر الهاتف من قبل الرئيس التونسي قيس السعيد قدم خلالها تعازيه الحرة في وفاة نائب وزير الدفاع الوطني وعبر قيس السعيد عن تعازيه الشخصية وتعازي الشعب التونسي في مصابه الجلال من جهته رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح في تعزية مكتوبة نعى الراحل قائلا أنه كان قائدا مجاهدا رفعته وطنية تسري في عروقه إلى أسمى المنازل منذ أن كان جنديا وضابطا في صفوف جيش التحرير الوطني ثم قائدا عسكريا في خدمة الجيش الشعبي الوطني رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين وفي بيان رسمي نرث الراحل مؤكدا أنه أعاد الكلمة للشعب ليصنع مصيره بيده ويفوت الفرصة على المتربسين بالوطن من جهته رئيس الجمهورية الأسبق اليمين زروال نعى الفقيد وكتب أنه صان الأمانة وحفظ الوديعة وأوفى بالعهد في أحلك الظروف التي تمر بها البلاد رؤساء الأحزاب أيضا وعبر وسائل التواصل الاستماعي نعو الفقيد حيث كتب عبد الرزاق مقري أنه تلقى خبر وفاة الفريق قيد صالح ببالغ الحزن والأسى باعثا بتعازيه الخالصة لكل الجزائريين عبد القادر بن جرينا وبعد تقديمه لواجب العزاء كتب أنه انتقل رفقة أعضاء من حزبه إلى المستشفى العسكري عين النعجة أين قام بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل علي بن فليس بدوره في بيان له قدم باسمه وباسم مناظري حزبه تعازيه الخالصة لأفراد عائلة الفقيد وإطارات الجيش الشعبي الوطني كما قدمت واجب العزاء المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والبناء في بيان لها مؤكدة أن الفقيد أنجز ما تحهد به وحفظ دماء الجزائريين موسيقى